ده ممكن يكون اوهم بريرة ان تعيين ابراهيم نور الدين ممكن يديك مساحة ان يتجدد لك في الفترة اللي جاية وانك هتستمر معانا الفترة اللي جاية فعلى هذا الاساس كان خد قرار ان خلاص ابراهيم نور الدين هو حكم مباراة القيمة كلام ده بالضبط من 3 اسابيع الامر محسوم من 3 اسابيع من شهر رمضان وعلى فكرة هزال لقل حاجة بالصدفة يمكن كنت موجود في الدورة الرمضانية في ربطة النقاط الرياضين في مركز شبابي الجزيرة وكان فيه كذا دورة رمضانية وقابلت بالصدفة وقتها الكابتن ابراهيم نور الدين كان موجود هو والكابتن احمد الغندور ويمكن شاهد على الوافة دي لما اتكلمنا في كذا حاجة انا والكابتن ابراهيم كابتن ياسر عبدالرقوف والكابتن محمد صلاح عبدالفتاح واتكلمت حتى مع الكابتن ابراهيم على موضوع الاعتزال وقول له انت اعتزلت كان الطبيعي انك لما تعتزل خلاص تسيب السفارة وما تحكمش تاني وتسيب القيمة الدولية لإسم جديد يدخل قاعد يقول لأ أنا فرصة ان انا السنة دي احكم والسنة دي اللجنة تعد حاكم جديد يدخل مكاني اوكي هي دي كانت وجهة نظرة لكن اللجنة بتقول لا إبراهيم يكمل ولسه قدامنا سنتين ثلاثة عشان نعد وجه جديد لقايمة الدولية ولكن معلومات من الكابتن ابراهيم مش دي اخر سنة ده ممكن مباراة القمة تكون اخر مباراة ممكن مباراة القمة تكون اخر مباراة وما يحكمش يكون آخر مشهد لإبراهيم نور الدين في الملعب المصرية هي مباراة القمة ووارد جدا بعد مباراة القمة تكابتن إبراهيم يكون ضيف لإحدى الكنوات العربية أنا بقول لكم ما أقول يحصل ممكن بقرة بالليل كمان وارد جدا بعد مباراة القمة وبعد المشهد اللي هنشوفه بعد مباراة القمة إذا المباراة خرجت بسلام إن الكابتن إبراهيم يعلن اعتزاله من الملعب ويطلع على أحد البرامج في إحدى الكنوات العربية يتكلم بقى عن كواليس كتيرة ليه علاقة بقى بالتحكيم والاعتزال وتفاصيل كتيرة ولعل لو عسر ممكن قريبا جدا يكون محلل لإحدى القنوات العربية القناة اللي هيطلع فيها إذا رغب بكرة يكون موجود فيها بعد مباراة القمة بصنا بحكي لكم كواليس وتفاصيل عن الخطوات اللي ممكن كمان تحصل بعد مباراة القمة وإزاي السيناريو اللي تم قبل مباراة القمة وإقناع بريرا باختيار إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة القمة والاختيار كان ما بين تلاتة بريرا محمد فاروق إبراهيم نور الدين ده كلام محسوم بقول لحضراتكم والموضوع محسوم من بدري من تلات أسابيع كمان طيب هل كان في مفضلة ما بين إبراهيم نور الدين ومحمود البنة وكمان محمد معروف لا كل الكلام اللي اتكتب على إن كان في مفضلة ما بين البنة ومعروف وإبراهيم نور الدين الكلام ده غير صحيح بريرا واخد قراره بعد جلسة جماعته مع محمد فاروق وإبراهيم نور الدين هو إبراهيم نور الدين حكم المباراة وإبراهيم نور الدين قدر يقنع بريرا أنه هو اللي يجيري المباراة لتفاصيل كتيرة ممكن لها علاقة بقى لأنا هعمل مباراة كبيرة صدقني المباراة دي ممكن تكون هي مفتاح استمرارك معنا لسنتين تلاتة جايين يعني خلي الأيام تكشف لحضراتكم اللي جاي في تفاصيل ممكن ما أقول هاجب بك وليسة لكن خلي الأيام تكشف له كل جاي هل بريرا ممكن تكون ده آخر سنة ليه ولا هو شايف أن لو أدار إبراهيم نور الدين هذه المباراة فالراجل ممكن يستمر معنا سنتين تلاتة كرئيسا للجنة الحكام وبالتأكيد كل أعضاء اللجنة معاه ولكن كل الكلام اللي تقال أنه كان في مفضلة وأنه كان محمد معروف هيدير المباراة ولول أحداث مباراة نهضة بركان وأبو سليم الليبي كل الكلام ده عاري تمام من الصحة محمد معروف ما كانش في المشهد إطلاقا محمد معروف كان في مشهد نهاء الكاس كان في مشهد نهاء الكاس وكان كابتن إبراهيم نور الدين وقتها كان مرشح أنه يدير مباراة القمة أيضا ولكن كان فيه يعني اتجاه أنه معروف هو ليدير نهاء الكاس ولكن ماتش الدوري كان إبراهيم نور الدين ولو سألت إبراهيم نور الدين لو أنت حبيت تختار تاخد نهاء الكاس ولا ماتش الدوري هيقولك الدوري ليه؟ يقولك لا يا عم أروح نهاء الكاس حد خسرني شايني الليلة لكن في الدوري ممكن يطلع تعادل أنا بقول لكم كابتن ربين جمان بيفكر إزاي؟ بيفكر إزاي؟ فالفكرة في حد ذاتها الموضوع كان محسوم لا كان فيه مفضلة ولا كان معروف مرشح ولا أحداث مباراة نهضة بركان وأبو سليم كانت سبب في استبعاد محمد معروف الكلام ده والله العظيم ما حصل إبراهيم نور الدين حكم المباراة من ثلاث تسابيع وبريرة واخد القرار لأسباب هو شايف أنه ممكن تكون سبب في استمراره في الفترة اللي جاي طب هل القرار ده ليه تبعات خطيرة؟ ليه تبعات خطيرة جدا 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 برضو كلامي مالوش علاقة بالأداء الفني في المباراة ممكن يعمله مباراة على أعلى مستوى ولكن أنا يهمني لما بيتم اختيار طاقم تحكيم يتم اختيار طاقم التحكيم بناء على معايير معينة أولا مفيش حاجة اسمها بقرم حكم عشان مباراة في الدوري أي أن كانت قيمة هذه المباراة أهل وزمالك أي مباراة تانية في الدوري هتقرم حكم اعمله مطش اعتزال مع فرقتين بيعمله مهرجان بعد الدوري ما يخلص بعد السيزون ما يخلص اعمل اللي انت عايزه لكن تقرم حكم على مباراة مهمة زي الأهل وزمالك ده اسمه تهريك حاجة تانية برضو معنى كلامي مش بقول ان ابراهيم نور الدين حكم غير كوف حكم ليه تاريخ سواء بالإجابة أو بالسلب ومش بتكلم عليه كفنيا أنا بتكلم على معايير الاختيار وعمري متطرك للأشخاص كامل الاحترام للجميع كلهم أصدقاء وزملاء على فكرة بنتقابل كل يوم في أحداث كتيرة ومواقف كتيرة جدا ولكن لما يكون عندك حكمين رايحين كاس عالم ومرشحين كاس عالم يا مستر بريرة زي أمين عمر ومحمد معروف وتستبعده مبارك بريرة زي دي لبقى أنت بتؤثر بالسلب على فرصة مصر في تواجد حكم مصري في كاس العالم ده بيأثر بالسلب وللأسف اتحاد الكورة وقت ما بيحب يدخل بيتدخل وقت ما بيحب يعمل نفسه ملوش علاقة بالموضوع بيدرب غطس عشان بيش حد يطلع يقول لس الاتحاد الكورة سياب لي بريرة المجال بالكامل لا كلام ده مش حقيقي بتحصل تدخلات وبتحصل تدخلات في التعينات وبتحصل تدخلات في حكام مباراة القمة والدليل نهاية كاس مصر اللي فات أعتقد ده دليل عامة للناس كلها شافته صوته صورة فانت أضريت بفرص مصر في تواجد حكم في كاس العالم لما تجيب حكم على وشك الاحتزال أو يعتبر شبه معتزل وتتزيله مباراة مهمة زي دي في التوقيت اللي انت بتستبعد معروف وأمين عمر من مباراة القمة في الفترة الأخيرة أو هذه المباراة تحديد طيب نروح للموضوع التالت عشان وقت حضراتكم وقت البرنامج لعلاقة بحكام الفار معلوماتي إن الكابتن إبراهيم نور الدين من الناس اللي بتحب بتختار التقم اللي معاه وده حصل قبل كده مع حكام تانين وده شيء وارد ولكن في هذه المباراة تحديدا اتأخر اختيار حكام الفار ليه؟ لأن كان فيه سعي إن ممكن حكام معينة تكون موجودة في التقنية ولكن اللجنة رأيت إن برضو لازم نعمل توازن نجيب حكام مهمة في التقنية عشان يبقى فيه توازن ما بين الملعب وما بين الفار وده إن ده اللي على شيء بيدول إن اللجنة برضو لما اختارت ما كانتش اختياراتها فنية في المقام الأول ولكن غلطة غلطة لا تختفر ودي المفاجأة اللي هقولها دلوقتي لكل السيدة المشاهدين وانا هقولها كده بصريح العبارة واللجنة لو عايزة تتحايل على المساعدة